زي ما قلت لكم من شوية جوزواللو فريرة الموديل الفني السابق العائد لنادي الزمالك هيرجع لتدريبات نادي الزمالك يوم السلساء القادم ده موعد عودته مرة أخرى بعد انتهاء مباراة فاركو القادمة في الدوري المصري الممتاز الكلام كان على الاتنين المساعدين اللي كانوا مع جوزواللو فريرة وبالمناسبة كواليس كلها اللي كانوا بتيجوا من نادي الزمالك كانوا بيقولوا ان مشكلة فريرة في الولاية دي ان المساعدين اللي معاه مزي المساعدين اللي كانوا موجودين معاه في 2014-2015 أقل منهم عشان كده الزمالك لما قرر عودة فريرة مرة أخرى لتدريب نادي الزمالك قرر عودته واحده دون السنائي السابق ولكن فريرة هيبقى معاه سنائي أجنبي جديد في تشكيل الجهاز الفني هما جوزي بيدرو مدرب الأحمال والمخطط البدني السابق اللي عمل مع البرتغالي باتشيكو من قبل في الزمالك بجانب محل الأداء بيدرو بوكاس اللي جاء أيضا من اختيار جزواله فريرة واللي طلبوا بالاسم عشان هو شايف واحد من أفضل المحللين الموجودين حاليا في البرتغال فريرة كان اختاره منذ وصوله عن توليه المهمة في شهر مارس الماضي لكن هو كان اعتذر لزروف شخصية الآن هيبقى موجود في التشكيل